السلام عليكم. سيدة بلقائكم مرة اخرى في الفيديو الجديد. من خلال الفيديو اليوم سنتطرق للفرد الاول في الدورة الثانية. مقاول الاستماع والتحدث. المستوى الاول للمستوى الاول. اذا قبل ما نجاوب على الاسئلة متعلقة بالحكاية المقاول الاستماع والتحدث. اخصي تلميطة الاستماع بشكل جيد للحكاية بشكل جيد للحكاية متعلقة بالواحدة. اذا لون لون عنوان الحكاية المطابقة للصورة. فلنظر الاهوان الحكاية. اذا كنت تذكر ايه وستو لحفات يبع وستو لحفات اذا كنت تقول الحكاية. شنو عنوان الحكاية ما هو عنوان حكاية اذا عنوان الحكاية الاماكن التي ذكرت في الحكاية اذا ذكرت المتاجر ذكر المسجد. هنا عندي المسجد. الدوار لم يذكر. الحديقة ذكرت. السوق لم يذكر. ذكرت المدرسة. ولم يذكر المسرح. إذن ذكرت المتاجر. المسجد. الحديقة. والمدرسة. إذن نحاول أن نحكي لكم الحكاية بسرعة. آية والسلحفات. كانت سلحفات تسكن تجويفا تحت شجرة توت. توجد بحديقة بحينة. وكانت لها صديقة اسمها آية. تزورها من حين لآخر. وتحمل لها أوراق الخص الذي تحبه كثيرا. كانت السلحفات آمنة. لا يؤذيها أحد. وكانت تخرج من مسكنها وتتجول في الحديقة. وتتفرج على الشارع. فيعجبها أن ترى العمارات والمتاجر نظيفة. ويسعدها رؤية الأطفال وهم يخرجون إلى المدرسة. كذلك كلمة المدرسة. التي لا تبعد عن الحديقة والمسجد. الحديقة المسجد. الذي يتوافد عليه السكان. كما تحب سماع الطيور. وهي على أخصان الأشجار. تغرد وتزقزق. مثل فرقة موسيقية. وكانت تفرح عندما ترى آية تغادر. مخبزة ويتحمل الخبز والحلويات. الكل سعيد مرتاح في الحي. ذات يوم جاءت آية لتزور صديقتها وتقدم لها ما أحضرت من غذاء وماء. وجدت آية السلحفات حزينة منشغلة بجمع أمتعتها. سألتها آية ما بك يا صديقتي. ردت السلحفات كنت سعيدة بينكم. الجميع يحبني ويحترمني. لكنني اليوم أغادر حيكم. قالت آية لقد ألفناك. لماذا تغادرين حينا؟ ردت السلحفات. صار أحد السكان يرمي نفايات منزلي بجانب مسكني. فتؤذيني رائحتها الكرهة. ويزعجني طنين الذباب الذي يتجمع على النفايات. وأظل قلقة إلى أن يأتي عمال النظافة. قالت آية. سلوك هذا الشخص غير مقبول. ولا يحترم مبعدة جمع النفايات المنزلية. لا عليك يا صديقتي. سأحل المشكلة. عادت آية إلى منزلها. أخذت لافتة بيضاء. كتبت عليها بخط جميل النظافة من الإيمان. فحافظوا على نظافة حينا. ثم رجعت عند السلحفات. وعلقت اللافتة على جدع شجرة التوت. منذ ذلك اليوم ما رمى أحد النفايات بقرب شجرة التوت. وعادت السعادة والطمأنينة للسلحفات. إذن كم نشتنا الأماكن المتقرة في النص المتاجير المسجد الحديقة والمدرسة. ولو عبارة كل عبارة مع ما يوافقها في جهة المقابلة بالنسل اللون. إذن كانت السلحفات آمنة حزينة منشغلة بجميع أمتعتها لا يؤذيها أحد. يسعدها رؤية الأطفال وهم متوجهون إلى المدرسة. فلماذا تغادر نحينة؟ إذن كانت السلحفات آمنة لا يؤذيها أحد. يسعدها رؤية الأطفال وهم متوجهون إلى المدرسة. يسعدها رؤية الأطفال وهم متوجهون إلى المدرسة. وجدت آية السلحفاتة. كيف وجدتها؟ وجدتها حزينة منشغلة بجمع أمتعتها. إذن وجدت آية السلحفاتة حزينة منشغلة بجمع أمتعتها. قالت آية لقد ألفناك فلماذا تغادرين حينا؟ كما قد لكم الحكاية تسمع مزيان، نستخرجوا الأحداث ديالها، شخصياتها، الأماكن، الزمن، كما نقدروا نجاوبوا عن الأسئلة ديال الاستماع والتحدث. أصل كل حيوان بصوته، إذن صوت الحمار ما هو؟ أل هو صهيل، نهيق، سياح أم ثغاء؟ إذن صوت الحمار هو نهيق، نهيق الحمار، لدي الحصان، الحصان صهيل، إذن صهيل الحصان، الديك صياح، والنعجة ثغاء، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم، قبل إغلاق الفيديو، فضلا ليس أمرا، منتصلوا قناة نزل التعليم لأول مرة، الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس ليصلكم دائما كل جديد، ولا تنسوا ترك بصماتكم وتعليقاتكم المحفزة، ومشاركة المقاطع مع أصدقائكم حتى تهم الفائدة، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، مع السلامة.